الصداع المظلم ان القاتل ده اللي ما بيسبش السيدات اكتر من رجالة السيدات اكتر من رجالة خلاص اين سببه وهنعالجه ازاي و احنا رايحين فين عشان نعالجه تمام هموزين نوريهم اول فيديو نبدأ مع بعض نبدأ اول فيديو فضل يا دكتور النهاردة كل الحالات اللي بيجينا الفقرات بتاعتها لاما فيها خشونة لاما عضلاتها فيها تشنج لاما حصل ضغط على الشريان اللي بيوصل دم ليه المخ المشكلة الاساسية دلوقتي ان كل الناس تيجي تقول انا عندي طانين في الودان انا تحت عناية صداع جامل جدا طيب يعني المشكلة مشكلة لاما غضاريف في الرقبة لاما خشونة لاما عضلات متشنجة لاما التفل العصاب يعني خلاص طيب الصداع الدايم اللي احنا شايفينه ده الغضاريف دي كلها العضلات اللي بتبطنها وبتسندها ايه سبب المشكلة اقف هنا وسامعت اقف هنا وسامعت النهاردة المشكلة كلها ان اول ثلاث غضاريف في الرقبة منها بيبقى فيهم التهاب او ضغط على الاعصاب او عضلات متشنجة هتبتدي توصل فين ادي ادي الاعصاب اللي طالع من الاولى والتانية والتالتة اول ثلاث فقرات في غضروف الرقبة ايه ادي ادي عصب رايح ليه العين ادي عصب رايح ليه الفك والاسنان ايه ادي عصب رايح للأزن ادي عصب جايه ليه المخ ودي عصب جاي فيه البلعوم الايه؟ الحل يعني ما انا صح طيب طب يعني كل دول فيهم يحصل فيهم التهاب ويبقى فيه عندي قلم خلف العيون وقلم فيه المفصل التمبروماندابولر وقلم فيه وراء الودان والطانين الرهيب انا بنام بسمع وش جامد انا حاسس ان قلبي هو اللي كان بيبقى النبضات انا عندي اصدع جامد انا حاسس ان وقي فيه غلايان كلام محدش عارف يفسره وبور جاز فالتفصيل ده الشريان واللي تحت ده الشريان اللي طالع من القلب ورايح يغزي المخ يعني بص شريان والأعصاب بقى عندي ضغط على الشريان اللي طالع من القلب وبيغزي المخ وعندي التاب في الأعصاب اللي بيغزي العين اللي بيغزي الأزم اللي بيغزي المخ اللي بيغزي المفصل بتاع المفصل الفكر واللي بيغزي البلعوم يعني ايه ده يعني ممكن غضروف الرقبة وتشنجات العضلات والتعب الأعصاب تبقى هديني كده اه ممكن طبعا تعملي كده كمي لو سمحت طيب ادي ادي الغضريف وهنشوف ايه ايه مشكلة الغضريف دي طب انا ما يبقى عندي غضروف وضغط على العصب وعضلات متشنجة انا بحس بايه ثاني انت شايف واحد حاسس انه نار التهاب حرقان طول الوقت طيب النهاردة عاوزين نعرف كان ايه اسبابها هل اسبابها الشقة بس اه الشقة ده جزء من المشكلة والجزء الثاني الاوضاع الغلط والجزء الثالث ضعف العضلات ضعف ايه العضلات والجزء الرابع الخشونة بتاعت الفقرات بتاعت الرقبة والفقرات الصدرية تمام طيب ادي الالتهاب الحد هل الالتهاب ده فقرة واحدة ما هو قدم بدأ في فقراتين تلاتة يبقى في كل الفقرات اسطوب هنا يا سهل كل العضلات كل العضلات اللي هي اللي هي مسكة من اول القفص الصدري وصلة لي المخ كلها فيها تشنجات والتهابات وكلها ضغطة على الاعصاب وكلها ضغطة على الاوعية اللي توصل الدمي للمخ يبقى انت انت النهاردة عشان تحل المشكلة يعني انت معنى كده هل انا لو عملت الغدروف بتاع الرقبة بدون منى عالد التشنجات بتاعت العضلات دي وتليف العضلات والضغط على الاوريدة والشرائين دي هل انا اخف لا طبعا انت لو عملت الجراحة هتطلع منها عندك تحسن من 10-20% والباقي مفيش تحسن صح الله 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 صح يعني معنى كده ان فين اه عندي ناس كتير جدا عاملين قفص كربوني كربوني كدش عمليات وبعد العمليات الالم خف 10-20% وبعد كده رجع العشر 20% حتى اللي كسبهم رجعهم تاني عشان كل ده كان مفروض يتعالج ولا واحد من المشاكل دي اتعالجت طيب كامل او سمحت اللي بعدين الصداع الرهيب ده ستوب هنا او سمحت وريني كده الصداع وحطت ايده كده بس ستوب هنا يا سمحت ايه كمية الاحتقان اسمه ايه يا احمد احتقان ايه كمية الاحتقان عشان ما فيش جيزة طالع اه صح ايه كمية الاحتقان والالتهاب الحد بس دوك طالع من انت بطالع من تحت طالع من النخاع اه اه اللي هو الفقرة الاولى والتانية والتالتة كمية الاحتقان دي الرهيبة دي اللي وصلة للمخ دي طب هي ما نتيجة تأثر على المخ هتأثر على ايه هتأثر على التركيز هتأثر على المزاج هتخليك مكتائب هتأثر على أننا بقيت أعصابي مشدودة زيادة عن اللزوم بقيت عدوان شوية طبعا مش قادر أسمع صوت علي طبعا حزز بدوخة طبعا قال لي مجهود طبعا